السنة الثالثة بداية السلام عليكم هذا اختبار الفصل الثالث في مادة رياضيات نموذج أول سنقوم بحلنا معا تمام الأول أكمل ملء الجدول لدينا ثلاث أشكال مطلوب عدد الأطلع اسم المضلع وعدد السوايا القائم المضلع الأول كما يجب من أطلع نحسب 1 2 3 4 عدد الأطلع 4 التقليلات المضلع الثاني أو الشكل الثاني 1 2 ثلاث أطلع الشكل الثالث 1 2 ثلاث أطلع أحسنت 4 أطلع اسم المضلع اسم هذا الشكل أطلع كل دل عام متقابلين بالساوية يسمى مستطيل 1 3 ثلاث أطلع 3 ثلاث أطلع لكن أطلع ليست زوايا قائمة يسمى معين الزوايا ليست من هذا الشكل زوايا قائمة اسمه معين ولديه أربعة أطلع متساوية لديه أطلع أطلع هذا الشكل حتى كل دل عام متقابلين بالساوية ثلاث أطلع ثلاث أطلع ثلاث أطلع هنا يوجد زاوية قائمة الضلعان ينطبق زاوية قائمة وهنا كذلك الضلعان ينطبق زاوية قادمة إذن المستطيل لديه أربعة زاوية قائمة الشكل التالي وهو المثلث لديه الضلعان ينطبق مع الكوس الضلعان هنا نلاحظ أن هذا ينطبق مع الكوس لكن هذا لا ينطبق مع الكوس ليس منهما إذن هذه ليست زاوية قائمة نفس الشيء ليست زاوية قائمة إذن المثلث لديه زاوية قائمة واحدة نراجع المستطيل لديه أربعة أضلع وأربعة زاوية قائمة المثلث لديه من هذا الشكل لديه زاوية قائمة وثلث أطلع والمعين لديه أربعة أطلع ننتقل إلى التمرين الثاني المطلوب المطلوب هو رسم عقربي الساعات والدقائق حسب الوقت المسجل لدينا الأوقات الثانية وخمسة وعشر السابعة وخمسة عشر أو السابعة وربع التاسعة وعشرون الخامسة سفرين أو الخامسة تماماً نرسم عقربي الساعات على الساعة إذا نبدأ دائماً بالساعات إثنان ساعات هنا الأقرب الصغير وهنا الأقرب الكبير إثنان ساعات إثنان أقرب الصغير واحد إثنان أقرب الصغير هذا الأقرب الصغير وهنا الأقرب الكبير إثنان أقرب الصغير وهذا الأقرب الصغير وهذا الأقرب الكبير ننتقل إلى الساعة الثانية سبعة هو العقرب الصغير وهي سبعة و خمسة عشرة هي العقاب الكابير نحسب سفر خمسة عشر خمسة عشر عقاب كابير السابعة و القب الساعة الثالثة تاسعة لن عقاب الصغير تسعة السوخير تسعة والعقاب الكابير عشر pleasant نحسب سفر خمسة عشرة خمسة عجر في كل مرة نصعد بخمسة الساعة الرابعة وأخيرة دائما نشط طائقة هنا للعقرب الصغير خمسة واحد من الخمسة خمسة وقعب للعقرب الكبير سفر دائما بنسبة للعقرب الكبير محسب خمسة عشرة خمسة عشرة عشرون خمسة وعشرون تلاتون خمسة وثلاتون أربعون خمسة وربعون خمسة وخمسة وخمسة وهنا لنصف إذا نقع الساعة التانية و 25 السابعة وربع التاسعة وعشرون والخامسة تمام نتقي إلى التامعية الثالث ثم مطلوب إنجاز العمليات عمودية بدأنا عمليات نقوم بإنجازها عمودية بدأنا بالعمل الأولى عمليات الجمع 8500 و 242 زائد 15177 نكتب 8500 و 242 زائد 15200 دائما نبدأ بالوحدات 7 4 2 5 ثم 1 حتى لا نخطئ 2 و نجمع 2 زائد 7 نضيف لها 7 أو 7 و نضيف لها 2 7 في الثلاث نضيف 2 8 9 أكبر زائد أكبر أحسنتم 8 5 زائد إثناني جيد 5 6 7 8 8 و نضيف لها 5 8 9 10 11 12 13 13 نكتب 3 و نضيف لها 5 و نضيف لها 5 10 10 1 4 1 1 5 5 2 9 10 1 1 4 1 1 أسرى من أربعة. أستعي وعشرة. وأطرحها من هنا. 11 ناقص أربعة. 11 ناقص أربعة. أربعة ونصاد إلى أن نصل إلى 11. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. أحد عشر. تسعوي. جيد. سبعة. واحد ناقص واحد. تسعوي السفر. ستة ناقص خمسة. ستة نقص منها خمسة. تسعوي واحد. وتبانية ناقص اثنان. وضع تبانية. في اليط أصابع. ثم نقص اثنان. تبقى ستة. إذن يسعوي ستة ألاف ومئة وسبعة. ننتقل إلى العملية الثالثة. وهي عملية الطق. خمسمائة وسبعة وعشرون. مضربة في خمسة. بدأنا الخمسة. أولا نضربها في الواحدات. ثم في العشرة. ثم في المئة. خمسة ضرب سبعة. أحسنتم. تسعوي خمسة وثلاثة. نكتب خمسة. واحتفظوا بالثلاثة. ضربناها في سبعة. الآن نضربها في اثنان. خمسة ضرب اثنان تسعوي. جيد. عشرة. نضيف تلاتة عشرة. ثلاثة عشرة. نكتب ثلاثة. ونحتفظ بالعشرة. خمسة. الآن نضربها في المئة. خمسة ضرب خمسة. جيد. خمسة وعشون. ونضيف الواحد ستة وعشون. إذن تسعوي ألفان وستمائة وخمسة وثلاثة. العملية الرابعة. ثلاثة مئة وخمسة وعشون. مضرب في أربعة وعشون. هنا لدينا عدد مكون من رقمين. نبدأ الأول بالأربعة. نحوول على الأربعة. ونضربها بنفس الطريقة. نضربها مع الوحدات ثم العشرات ثم المئات. نبدأ. أربعة ضرب خمسة. جيد. تساوي عشون. نكتب الصف ونحتفظ بالإثنان. أربعة ضرب إثناني. جيد. تساوي ثمانية. نضيف إثناني. تسعة عشر. نكتب الصف ونحتفظ بالعشرة. ضربناها في الواحدات العشرة. الآن بقية لنا. نضربها في المئات. أربعة ضرب ثلاثة. جيد. إثنى عشرة. نضيف الواحد. تلاتة عشر. إذا انتهينا. ضربنا أربعة في هذه. هذه. وهذه. بقينا العدد إثناني. نفس الشيء نقوم به. نضربهم في الواحدات والعشرات والمئة. لكن نضع. نختار هنا. نبدأ منهم. إثناني مضرب في خمسة. جيد. تساوي عشرة. نكتب الصف ونحتفظ بالواحد. وهذا نضع فوق هذا. الآن نتطرق مع الاثناني. إثناني ضرب إثناني. ضربنا في الواحدة. ثم هنا. إثناني في إثناني أربعة. مضيف الواحد. تساوي. أحسنتم. خمسة. ضربنا في هذه. في هذه. بقي هذه. إثناني في ثلاثة. تساوي. ستة. نقوم بجمع العدد المتحصل عليه. سفر زائد سفر. سفر زائد سفر. سفر زائد سفر. سفر. ثلاثة زائد خمسة. ساوي ثمانية. وواحد زائد ستة. أحسنتم. ساوي سوى. وهكذا أجرينا العملية العمودية. عملية الضرب عمودية. إذن بالنسبة للجمع طيقة بسيطة. الطرح دائما نستعير. وننقصه من هنا. الضرب. نضغب العدد الذي يوجد هنا. نضغبه في الوحدات. ثم في العشرات. ثم في المئات. عندما يكون لدينا عدد متكوين من رقمين. رقم الأول نضغبه في الوحدات والعشرات المئات. نضع نقطة. ثم ننتقل إلى العدد الثاني ورقم الثاني. نضغبه في الوحدات والعشرات المئات. ونجح. ستحصل على النتيجة. ننتقل إلى الوضعات الإدماجية. يملك مربي المواشي مئتان وخمسة وأربعون رأساً من الغناء. إذا كان عدد النيعاج مئة وخمسة وتسعون عشر. ما هو عدد الكيباش؟ ولدت النيعاج مئتان وستون خارفاً. كم رأساً صار يملك هذا المربي؟ اشترى عشر حوزاً من التبن. بثلاث وخمسة وثلاثون دينار الحزمة الواحدة. كم دينار صرف هذا المربي؟ نعود قراءة مع الشرح. يملك مربي المواشي مئتان وخمسة وأربعون رأساً من الغناء. هذا مربي لديه الغنم أو المواشي مئة وخمسة وأربعون رأساً. معناه مئة وخمسة وأربعون رأساً. إذا كان عدد النيعاج معناه الغنم أنتاً مئة وخمسة نعجة. ما هو عدد الكيباش إذا لديه 245 رأساً رأساً معناها فيها الكيباش وفيها النيعاج المجموع النيعاج زي الكيباش يسوي 225 كم لديه من نيعاج؟ 195 نعجل إذن الباقي هو عدد الكيباش لأن عدد الكيباش زي العدد النيعاج يسوي 225 ما يبلك هذا المربي وكلمنا أخرى المربي لديه 245 رأساً معناها لديه 245 تتكون من النيعاج والكيباش إذا كان النيعاج 195 الباقي هو كيباش السؤال ما هو عدد الكيباش؟ ما هو عدد الكيباش؟ معناها العدد الباقي من رؤوس إذن 145 رأساً نطرح منها عدد النيعاج نجد عدد الكيباش عمليات الطرح نكتب عمليات الطرح سأطلح من النيعاج اذا كان مربي 7 ح 밀ق وكلمنا بنجد عمليات الطرح أن تكونряд خمسة وتسعة. خمسة ناقص خمسة أحسنتون تسوي سفر. أربعة ناقص تسعة. أربعة أسفة متسعة لا أستطيع. أستعيلوا عشرة وأضرحوا. أربعة عشرة ناقص تسعة ونصعة حتى أربعة عشر. تسعة عشرة أحد عشر إثنى عشر تلات عشر أربعة عشر. نصعة خمسة دراجات لنصعة أربعة عشر. واحد ناقص واحد تسوي سفر. إذن وجدنا خمسون. نجيب عن السؤال ما هو عدد الكيباش؟ عدد الكيباش خمسون. إذن لدينا خمسون كيب كبشان ومئة وتس خمسة وتسعون نعجة خمسون كبشان. نضيف لها مئة وخمسة وتسعون نعجة. نجد عدد الكيباش بكل. إذن داقة نسميه كبش والأنت نسميها نعجة. ومجمؤهما نسميهم رأسا. إذن خمسون كبشان زائد مئة وخمسة وتسعون نعجة. نجدها مئتين وخمسة وأربعون وتسمى رأسا. نواصف. ولدت النعاج مئتين وستون خارفا. كم رأسا صار يملك هذا المربي؟ إذن كم كان يملك المربي؟ كان يملك مئتين وخمسة وأربعون رأسا. السؤال المطلوب. كم رأسا؟ معناها الكل. النعاج والكيباش معا. رأسا معناها النعاج والكيباش. صار يملك هذا المربي. كم كان لديه المربي؟ كان لديه مئتين وخمسة وأربعون رأسا. ولدت النعاج مئتين وستون معناها زادت أو أضافت مئتين وستون خارفا جديدا. كم صار عنده؟ أحسنتم عملية الجمع. إذن مئة وخمسة وأربعون الذي كان يملكهم المربي. ولدت له النعاج مئتين وستون معناها أضافت مئتين وستون. نجد العملية عملية. مئتين وخمسة وأربعون زائد مئتين وستون. تساوي. خمسة زائد سافو. تساوي خمسة. سبتة زائد أربع زائد ستة. تساوي. ربع مضيف لها ستة. سبعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. حسنتم. إثنان زائد إثنان أربع. لا ننسى الواحد. خمسة. إذن صار لديه خمسمائة وخمسة رأسا. نأتي بعد السؤال. صار يملك هذا المربي. خمسمائة وخمسة رأسا. معناه النياج والكيباش. نواصل. اشترى عشرة حزن من التب. بـ 335 دينا للحزمة الوحيدة. إذن ماذا اشترى? عشرة حزن. واحد. لان. تلاتة. اربع. خمسة ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. عشرة حزن. بـ 335 دينا للحزمة الوحيدة. إذن هذه تمانها 335. هذه 350. كل واحدة منهما ثمنها ثلاثمائة وخمسة وتلزم. كم لدينا من مرة؟ لدينا عشر مرات ثلاثمائة وخمسة وتلزم. عشر مرات معناها أحسنتم عمليات الضرب. كم دينا نصرف هذا المربي؟ إذن ثلاثمائة وخمسة وتلزم حزمة وحيدة متقررة عشر مرات. مدعوبة في عشر. عندما نراجل حزمة الوحيدة نجدم الضرب. لدينا الضرب عشر. عندما يكون الضرب في عشر. نضيف عدد الحزمة وكتب نفس العدد ثلاثمائة وخمسة وتلزم وثلاثمائة وخمسة وتلزمائة. لدينا صفر واحد لما تكون عشرة أو مئة أو ألف عشرة نضيف صفر واحد ونجيب عن السؤال كم دينا ونصرف هذا المربي صرف هذا المربي تلاتة ألف وثلاثة مئة وخمسون دينا نهيت شرح الوضعية كان يملك المربي مئة وخمسة وأبعون رأسا منهم مئة وخمسة وتسعون ناعة المطلوب ما هو عدد الكيباش نعرف أن عدد الكيباش زائد عدد ناعج يساوي مئة وخمسة أبعون. عدد الكيباش عملية الطرح مئة وخمسة وأبعون ناقص وجدنا عدد الكيباش خمسون ثم مدى ولدت النعاش مئة وستون أضافت مئة وستون خروفا جديدا كم رأس مطلوب كم رأس رؤوس نبحث عن كم كان لديه من رأس لديه مئتان وخمسة وأبعون رأسا ولدت مئة وستون نضع عملية الجم نجيف أصبح يملك خمس مئة وخمسة رأسا ثم مدى اشترى هذا المربي اشترى عشرة حزن ثم الحزمة الواهدة ثلاثمائة وخمسة وثلاثون نطلوب كم دينار نصرف بما أنه عشر مرات ثلاثمائة وخمسة وثلاثون عدد المرات معناه عمليات الضر بضب 335 في 10 وجدناها 3350 دينار وأكدا انتهينا من حل اختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس اشعارات ليصلكم الجديد ولا اختبار قادم ان شاء الله والسلام عليكم